جسد التعديل على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي حرصاً ملكياً على حظر التمييز بين العمال والعملات التعديل ينص على إضافة فقرة تحظر التمييز في الأجور بين العمال والعملات في العمل ذي القيمة المتساوية ما يعد خطوة متقدمة في مجال حقوق الإنسان لطالما كان ملف حقوق الإنسان محط اهتمام وحرص ملكي حيث دأبت مملكة البحرين على الدفع بالجهود تأكيداً على احترامها لهذا الملف وحفاظاً على حقوق الإنسان إضافة الفقرة الثانية إلى المادة 39 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم 36 لسنة 2012 أكد على السير في هذا الملف بتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل فبمقتضى هذا التشريع فإنه يحظر التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة ويقدم ضمانة قانونية للمساواة في الأجور بينهما ما يثبت مكانة المرأة العاملة وتمتعها بكامل حقوقها باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء ونهضة الوطن في شتى المجالات مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في سن التشريعات التي تختص بحقوق المرأة ولطالما كانت المملكة من أوائل الدول الحريصة على الانضمام إلى الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز حقوق المرأة في مملكة البحرين مصانة ضمن إطار تشريعي متكامل وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه للنهوض بالمرأة البحرينية بما يسهم في تنفيذ الخطط لتحقيق أهداف مسيرة النهضة الشاملة بمملكة البحرين